مجلس أمناء المستشفيات الحكومية وعضوية كل من الدكتور عبد العزيز يوسف حمزة نائبا للرئيس السيد عدنان أحمد عبد الملك السيد عبد عبد الرسول عبد النبي الزيرة وكيل وزارة الصحة الوكيل المساعد للعمليات المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بديوان الخدمة المدنية وجاء في المادة الثانية أنه يشكل مجلس أمناء مراكز الرعاية الصحية الأولية برئاسة الدكتور عبد الوهاب محمد عبد الوهاب وعضوية كل من الدكتور شوقي عبد الله أمين نائبا للرئيس السيد نواف فيصل الحمر السيد عبد العزيز عبد الله الأحمد وكيل وزارة الصحة الوكيل المساعد للعمليات المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بديوان الخدمة المدنية وجاء في المادة الثالثة أنه تكون مدة العضوية في كل من المجلسين أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو قيام مانع لديه وجاء في المادة الرابعة أنه يمنح رئيس وأعضاء مجلسي الأمنى مكافآت مالية وفقا للمعايير والقواعد الواردة بالقرار رقم 25 لسنة 2015 بشأن المعايير والقواعد الخاصة بمنح مكافآت لرؤساء وعضاء المجالس واللجان الحكومية ومسؤوليات الجهات الحكومية المختصة وإجراءات التنفيذ اشتركوا في القناة